جمال الروح يتجلى بنهج شريعة الأغلى من الإسلام أخلاق بها نسمو إلى الأعلى بخير عقيدة نحية وسيرة أحمد هدية هنا بالحب نلقاكم لتحلو ساعة اللقية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مشاهدين الغالين السلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله إلى لقاء جديد على مائدة نتناول فيها الأطائب و عذب الكلام في برنامجكم اليومي المباشر الجمال في الإسلام حديثنا اليوم عن الزينة لكن لا عن زينة المرأة بل عن زينة الرجل عن حدودها و ضوابطها و أشكالها القديمة و الجديدة من سلاسل و أساور و أطواق و أشكال شعر و غير ذلك هذا ما نناقشه بحول الله اليوم مع ضيفنا الدائم و الجميل خلقا و قولا الدكتور علي بن حمزة العمري رئيس منظمة فور الشباب العالمية حيك الله دكتور علي من أولها غزر على الهواء الله أعطيك العافية دكتور علي البعض يقول بأن الزينة للرجل يعني غير يعني مستساغة في عرفنا و في عرافنا الاجتماعية كثير من الناس يقول الزينة للمرأة فقط لكن هل الرجل أيضا له زينة و هل مطالب بأن يتأنتك و يتجمل نعم بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الله مصلي على سيده رسول الله و الأهله و الصحبه و الله وبعد من العجيب عندما يتأمل إنسان في أول آيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن أحد العوامل الخمسة و المطالب الخمسة التي أمر الله سبحانه و تعالى بها في سورة المدثر هي الاهتمام بالملابس و الاهتمام بالنظافة سواء ما كان منها النظافة الخارجية الظاهرة أو النظافة الباطنية كما يقول الله سبحانه و تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر و ربك فكبر و ثيابك فطهر و الرجزة فهجر و لا تمن تستكثر و لربك فاصبر و العجيب أن سورة المدثر و سورة المزمل فيها ترابط زماني و مكاني و فيها دلائل ما بين أول الآية ما قبل و ثيابك فطهر بالنظارة فالله سبحانه و تعالى كما نعرف عندما نزل القرآن الكريم نزل منجما و ثم لما جاء الترتيب في ترتيب المصحف مثلا سورة البقرة سورة مدنية نزلت متأخرة لكنها في ترتيب المصحف هي الأولى بعد الفاتحة فإذا هناك في ترتيب مكاني في ترتيب المصحف و ترتيب زماني كذلك نزلت متأخرة سورة المزمل و سورة المدثر نزلتا زمانيا وراء بعضهم البعض و في المصحف مكانيا مزمل وراها المدثر فلم تختلف عن بقية السور و كان بينها ترابط عجيب و عظيم ففي سورة المزمل يقول الله تبارك و تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا فيه دعوة إلى قيام الليل في سورة المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر هناك قيام الليل و هناك قيام النهار هناك قيامان في الإسلام قيام الليل بطاعة الله في الصلاة و في الخشوع و هناك قيام في النهار بأن يعمل الإنسان و يجد و يجتهد و يخدم أهله و أسرته و بلده و دعوته و يدعو إلى دينه يا أيها المدثر قم فأنذر و ربك فكبر و أنت تنطلق في ساحة الحياة لا بد أن يكون رأسك عاليا إلى الأعلى و ربك فكبر و هذا الارتفاع هذا العلو حتى تنظف الطريق و أنت مستعين بالله و مؤلم به جل جلاله ثم و ثيابك فطاهر حتى تستمر هذه النذارة و هذه الدعوة و أنت متوكل على الله و معتمد عليه تحتاج إلى أيضا إلى الاهتمام بشكلك و إلى ملابسك و كذلك إلى الملابس الداخلية و لذلك أحسن الدكتور محمد عبدالله درازي رحمة الله عليه عندما لم يقل الله تبارك و تعالى و نفسك فطاهر قال و ثيابك فطاهر حتى يفهم منه الظاهر حتى يفهم منه الظاهر و الباطن كذلك حتى لا يعقض الإنسان فقط أنه الإنسان يهتم بنفسه و بإيمانه و بتزكية ذاته و يترك الظاهر الذي هو دلالة الإيمان و ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم و أنه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده كل هذه المظاهر و الشواهد لها أثر في الظاهر و لذلك الله سبحانه و تعالى قال و ريشة و لباس التقوى ذلك خير يعني قد أنزلنا عليكم لباس يواري سوآتكم هذا اللباس و ريشة و ريشة هذه زيادة الزينة يعني أنت ليس فقط تلبس اللباس الظاهر الذي يقيك الحر و يقيك البأس و يعني فقط أن تكون أمام الناس صاحب ملبس لا و ريشة هذا نوع من التجمل و التزين و هو مطلوب في القرآن و لا يمكن أن تكون هكذا الآيات تذكر من باب الترف ذكرت لمصلحة ثم قال و لباس التقوى ذلك خير كان هذه الآيهة نفس تفسير قوله تبارك وتعالى و ثيابك أفطاهر الذي هو التفسير الداخل و التفسير النظافة الداخلية و الخارجة لو جئنا لتطبيق هذا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم و صحبه الكرام هل سنجد هذا الأمر يعني ظاهر أن البعض يقول لا كان السلاف و كان الصحابة رضو الله عليهم لا يهتمون كثيرا بملابسهم هذا طبعا من الإشكال أن الإنسان أحيانا لا يديم قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم و كم نحن حقيقة بحاجة من إمة المساجد و من الوعاظ أن يطرحوا لنا السيرة الموضوعية السيرة الموضوعية و الحقيقة قبل خمس سنوات بدأت بمشروع أسميته الموسوعة النبوية في السيرة الموضوعية كنت قدمت حلقات في الرسول و الحياة صلى الله عليه وسلم و بدأت هذا الاهتمام و وجدت أشياء عجيبة و غريبة في هذا الباب و قبل رمضان ببضعة أيام زرت أخي الشيخ ناصر الزهراني في مشروع السلام عليك أيها النبي و وجدت أنه حقق هذه الأمنية مع أني بي الآن خمس سنوات في المشروع لكن على خفة و هو ما شاء الله توسع و انطلق ففرحت أيما فرح و الله سبحانه وتعالى يشهد أن هناك من يهتم بهذا الموضوع و هذا البحث و السيرة الموضوعية تتراكم و تتجمع الأحاديث و السير بأسانيد و بدراسات محفية و في منهج العلمي ففرحت بهذا عندما نعود إلى سورة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان ينوع حتى في الملابس حسب المواسم و هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام يلبس أحيانا اللباس القصير مثل الإزار و يلبس أحيانا اللباس الطويل يلبس أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام للباس القطن و يلبس اللباس الخفيف في الصيف من غير أن يكون شاف كل شي على حسب الأحوال و الظروف و المناسبات يأتي الوفود فيلبس لهم جبة خاصة يخطب الجمعة فتتلون الملابس كل هذا من فعله عليه الصلاة والسلام بل تجده رقيب رقيب على الأشياء الظاهرة و ليس فقط على الأشياء الباطنة أنكم قادمون على إخوانكم فأحسنوا رحالكم و في الوقت أخر فأحسنوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة بين الناس حتى أحسنوا رحالكم الرحل الذي يركبون عليه الدواب المظهر الخارجي المظهر الخارجي و وضع النوق و الجمال و نحن بلغة اليوم وضع الأحذية في المساجد و وضعها في البيوت و الاهتمام بها هذه الأشكال الظاهرة كان يهتم بها النبي عليه الصلاة والسلام بل حتى أنه في سنن أبي داود جاءه رجل أشعث يعني مو مرتب بالشعر فقال أما يجد هذا ما يسكن به شعره يعني يضع شيء من الأدوات هذه الموجودة في الصيدليات اليوم مما يسكن به الشعر و يلبد به الشعر فأما وجد هذا ما يستطيع يأخذ شيء من وقته لينظر ثم من سنن الفطرة فطر الله سبحانه وتعالى الإنسان على هذا قضية تقليم الأظافر و إزالة الشعر الزائد و حتى تهذيب اللحية و ترتيبها و ما تحدث عنه الفقهة بما يسمى بالتحذيف أخذ الشعرات الزوائد و هذا عند الفقهة الأربعة كلهم أنهم يقولون أن الإنسان صاحب اللحية تتهذب لحيته و تترتب بحيث يكون شكلها متناسقا و كل الفقهة تكلموا في هذا و أبن عمر أخذ من لحيتي لا تعرض هذا مع حديث الإعفاء لا أبن عمر أخذ من لحيته و عمر أخذ من لحيته و أبو غير أخذ من لحيتي كل هذه بأسانيد صحيحة و لم يكن هذا الأمر متعلقا بحج أو بعمرة هؤلاء فهموا أن قضية الإرخاء هذه ليس معناها الإطلاق إلى أبعد شيء و هنا هنا مسألة بعضين أصولية لا نريد أن ندخل فيها مسألة الأحناف عندما ذكروا قضية السجود على الأرض قال فليطمئن ساجدا ما مقدار الطمئنين هنا نجد الأحناف اليوم يسرعون في السجود و مقدار الطمئنين هو مقدار الأداء فأنت لا يمكن أن تقول لمن أطلق لحيته و لو بجزء منها أنه لم يعفيها لا هو في الحقيقة أعفاه و لذلك فعل الصحابة هذا أنهم أخذوا من لحاهم رضي الله عنهم أرضهم خير و من لم يأخذ أيضا فله مستلدون و قطعا له ذلك لكن نعم بعض الفقهاء قالوا بشكل لا يفحش أيضا الفقهاء نصوا عليه بحيث أن المسألة ليست إطلاق بمعنى وصلت إلى السر نقول هذا هو مطلق الحديث لا أن يهذب ذاته و أن يرتب شكله و عندما يتحدث فقهاء الأمة الإسلامية من لدن الفقهاء الأربعة فنحن نفهم و نفقه أن المسألة ليست في مجرد التطوير إنما المسألة في تناسق الشكل و ترتيبه مع هيئة الإنسان طيب البعض يقول هناك حديث تخالف هذا الظاهر مثل حديث البذاذة من الإيمان و إن الله لا ينظر إلى صوركم و لا إلى أشكالك و لكن ينظر إلى قلوبكم فالبعض يقول المهم هو جمال الباطن جمال الظاهر ليس مهم هنا نود أن نلفت النظر إلى بعض الوعاض و بعض المشايخ و الفضلاء بعض أنا أتكلم هنا لأنه لا يزال يسرون على أخذ ظاهر النصوص دون قراءة معانيها و ربطها مع بعضهم و ربطها مع بعض البعض ماذا تريد أن تقول مثلا البذاذة من الإيمان طيب افترض جدا أنه هذا لا يفهم الحديث أو أنه فاهم ظاهر الحديث و قال أن الشيء اليسير أو الشيء المتهالك أو الشيء الذي فيه شيء منصوف أو شيء من التواضع أو البالي هذا هو البذاذة من الإيمان طيب ماذا تفسر فعلا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت تأتيه ملابس من أجود الملابس و يلبسها أمام الصحابة ماذا تفسر أنه عندما كان يأتي إليه بعض الوفود يتجمل لهم تجملا خاصا ماذا تفهم أنه كانت الملابس تأتيه من بلاد الشام و تأتيه من بلاد الروم و يلبس عليه صلى الله عليه وسلم و لم يعتد عليها أصلا يعني ملابس على غير الشكل حتى لا يأتي إنسان و يقول السنة هي العمامة اليوم أو السنة هي الملابس التي فيها الروب مثلا اليوم هذه لا يمكن أن تكون هي مطلق السنة لأن النبي على الأساسة نوع في هذا كله و لذلك يقال حسب البيئة و حسب الواقع و حسب الوفود فلو لم يفهم الإنسان الحديث ما هو تفسيرك لهذا كله قد يقول أن هذا في حالات خاصة و عندما يقابل الناس و في حالة يعني حينبس في الصيف ملابس خاصة حينبس في الشتاء ملابس خاصة حالة معتادة أنه يعني ليس مهم لم يقم معتادة على شيء مخدر هكذا يقول البعض و إذا قرأ السيرة كلها و طبق كل ما لبس النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إذا هذه الأحوال فنحن معك لكن لا يقولون هذا البذاذة من الإيمان و مقصود بها التواضع من الإيمان الشيء المتواضع و لكن ينفق ذو ساعة من ساعة هذا نص قرآني فالإنسان الذي أغناه الله سبحانه وتعالى إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده و هذه لها سبب سبب في الملابس في الرواية فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته و حديث أيضا الذي ذكرناه سابق إن الله جميل يحب الجمال و بعضهم يحب أن يرى ثوبه و أيضا نعله حسنة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث كثيرة سبحان الله في باب النعل و أن الإنسان لا يمشي بنعل واحدة و أن يكثر الإنسان من النعل لأنه كثيرا ما يمشي بها بأنه أن يلبس الإنسان و نعله واقفا لأن النعل التي كانوا يلبسونها غير أكرمك الله حذاءنا العادي هذا السريع كان لها رباط و كذا لماذا تذكر كل هذه الأحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم و لماذا ينهى يجعل فيها نهي و أن هذا من باب التحريم أحيانا أو من باب الكراهة أحيانا كل هذا من باب أن يكون شكل الإنسان و ملبسه و عنايته بظاهر أمره كل هذا هو من الإسلام مما دعا إليه الإسلام و مما يؤجر عليه المرأة و أما حديث أن الله لا ينظر إلى صوركم و لا إلى إسامكم فهنا أمر غريب إن الله لا ينظر هنا بمعنى كما قال إمام النوي إن الله لا يحاسب الشكل المحاسب ليست على الشكل إنسان إذا لبس لباسا جميلا سيؤجر لكن هل اللباس هو المحاسب عليه و لا المحاسب على القلب و لذلك تجد بعض الناس إذا واحد كما يقولون مطوع قطع إشارة يقول شوفوا هذا المطوع قطع الإشارة لأنه صاحب لحية مع أنه لحية هذه ليست هي الأمرة و لا الناهية الذي أمره أن يقطع الإشارة هو قلبه الداخلي فالله لا يحاسب الظاهر هذا لا يحاسب الشعر ولا يحاسب القلب الذي هو مصدر النية و مصدر القصد فإن كان قصده حسنا فحسنا و إن كان قصده سيئا فسيئ فلا شكل الإنسان هو الذي يدل على طهارته و على نقائه إنما هذا جزء من الإسلام على المؤمن أن يتكامل فيه طيب و إن كان البعض يقول بأن الظاهر أيضا له أهمية فهناك ضوابط و حدود شرعية و رعا لنا ما نأتي الآن لبعض الضوابط و الحدود في الملابس خلنا أتي لبعض التطبيقات المعاصرة ثم نأخذ قليل الضوابط البعض يقول مثلا ماذا عن الأشكال المعاصرة من الأطواق و السلاسل و غيرها بأشكال الشعر شوف هذه لا يمكن أن تكون بمنأة من غير معرفة الضوابط نأخذ الضوابط لأنه إذا عرفت الضوابط استطاع أن يقيس نطبق بعد ذلك يعني عندنا من الضوابط الأساسية أن لا يأتي تشبه بالكفاة في جانب عبادي يلبس صلبان أو قلنصوة أهل اليهود و غيرهم يعني شيء عبادي معروف عندهم الشيء الآخر أن لا يلبس هذه الملابس و معروفة عند أصناف معينة يرتكبون الحرام مشهورين يعني الناس أصحاب خناة أصحاب فواحش و أثام و لهم عبارات أو لهم قمصان معينة و ملابس و شعارات و أشكال عرفوا بها فهذه أو الشيء يخل بمرؤة المرء يعني شيء قصير جدا فتظهر عورته أو شيء من الملابس الضيقة التي تبين أعضاء جسمه هذه الأشياء هي الظاهرة يعني في شريعة الإسلام فإذا أتيت لهذه المشاهد يعني واحد لبس أشبه ما يكون بلساتك و أساور ليست ذهبية هذه كلها مباحلة أشكال يتزين بها كما يتزين غيره فليست بأمر محرم أوضع بعض المضعوم مثل ساعات قصيرة أو حبال قصيرة لا يقصدون بها أمرا عباديا و لا هي من التمائم و على ما في الحديث من كلام الفقهاء و غيرها فهذه كلها من الأشياء المباحات العادية كذلك الشعر فيه شعر مقزز أصلاً ظاهراً يعني ينفى مرؤة الابتداء إلا هو الشعر المكثف والشعر الذي لا يليق حتى بشكل الإنسان لكن عندما نقول والله مثلاً نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزاء القزاء المقصود به الحلق مثل مارينز اليوم أما يخفف من هنا شوية و من هنا شوية و يزود من هنا شوية بشكل متناسق جميل فهذا ليس هو ليس داخل في هذا النهاية هذا قطعاً ليس هو لأن المقصود به هو الحل أشبع ما يكون اليوم بالقوات الغربية الموجودة الشكل الذي خارج عن الفطرة أنت و أنت تشوف الشكل إجماع الناس أغلب الناس يتفقون على هذا الناس هذه فطرتها قادتها لأن هذه الفطرة من الدين فطرة من الإسلام فطرته السوية النقية تدله أن هذا والله صح و هذا خطأ يدله الله سبحانه وتعالى و يهديه به لأنه له نور داخل قلبه و هذا يختلف باختلاف البيئات و الأماكن لأنه بعض الناس يقول يعني فيه مثل مشهور كل ما يعجبك و لبس ما يعجب الناس يعني قد تكون عبارة السلف الصالح اتق الله و لبس ما شئت شمي يعني أنك أو شيء يتق الله يعني بمعنى تبع عوامر الله ثم لبس ما شئت و الله يلبس بنطلون بشكل معين بلون معين هذه الملابس بذات شكل إمام مسجد وضع بعض الزخارف البسيطة كذا هذا كلها الإنسان يرى الحصيف أجواء البيئة بمعنى هذا أنه لا يتزين ولا يتجمل حب يلبس يقول لك والله الناس تقول لي لا تلبس يبقى يلبس بشكل معين يقول لك الناس لا تلبس لا ليس لك يخاف من كلام الناس لا هو يلبس لما يرى هو و لكن أن يكون هذا الأمر بتوازن ما يتعلق بالسلاسل السلاسل التي لا السلاسل التي تلبس في الحلق بعض الرجال اليوم يلبسها و يقول هذا مما عرف به النساء نعم هو التشبه بالنساء أمر منهي عنه لكن بعض الفقهاء عليهم رحمة الله تكلموا أن هذا قد يكون من باب الكراها يعني السلاسل ليست ذهبية و ليست فيها أشكال معينة و هي المرأة هي التي تتزين أو من ينشأ في الحلية و هو في الخصام غير مبين هذا النساء ينشأ في الحلية و أنشأت على هذا لكن يقال لو أن بعض الشباب هداهم الله و هذا ليس هو المطلوب و ليس هذا المظلوم بهم هو المفترض أن يكون أيضا في جانب رجولة كما نحن ندعو إلى التزين ندعو أن يكون الرجل رجلا يجمع الزينة و يجمع له الشخصية التي لا يعني تميع فيه أشياء كثيرة لكن أشكال معينة بعض الحبال بعض ربما شيء من فضة ذكر بعض الفقهاء أن هذا أمر بعض حتى برونزية أو شيء من هذا القبيل أنها كراها لكن نحن لا تصل التحريم لا تصل التحريم عند مجموعة من الفقهاء عليهم رحمة الله و مجموعة أخرى يرون أن هذا من التشبه بالنساء و هو أمر محرم المطلوب من المسلم أن يتبع حكم الله سبحانه وتعالى أن يرى أنه وهو بهذه الزينة يرضي الله أنه بهذه الزينة إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ترى هذا نعيم أعطاك الله من المال و أعطاك من الشكل المتناسق فاحرص على ما يرضي الله تبارك وتعالى كما قال الشاعر الله لو أخذ الأنام بحكمه لسمه و حازوا في المدى الأفلاكة و لما رأيت من الملاحي مرها و من الأمور ما تراه دراكة فيقول الإنسان يعمل وفق ما يرضي الله و يعمل وفق ما يطيع به الله تبارك وتعالى يكون هذا من الشكل الذي يتجمل جميل أمكن بعض التطبيقات أو آخرها ما يتعلق البنطال البعض يقول النازل هذا عرف بها أهل الفسق و نحو ذلك و ما يسمى باللوست البعض ينكر هذا و البعض يقول لا شيئا فيه شوف هذه الأشياء ليست فقهية يعني لا يمكن نذهب إلى الفقه و نقول الله يا فقه أعطنا حكم أين ذهبت مرواة الإنسان و قيمة الإنسان يعني من واحد في الصلاة يعني حتى الطفل الصغير يستحي يقول لك يعني يا عمو ارفع يعني ملابسك الداخلية ظاهرة يعني يا عم أمورك مثلا ضيقت يا أيها الشاب يعني فيه أشياء لا نريد أن نقول للفقه أعطيناه الله حكم فقه هذا شيء داخلي عند الإنسان هو يتحدث به المرؤة الداخلية التي تجعل الإنسان حقيقة كريما في نفسه كريما مع الآخرين و نحن ندعو المسلمين دائما اليوم الدعوة إلى التجمل و دعوة إلى الإحسان و دعوة إلى الصورة الطيبة و دعوة إلى الصورة الحسنة و نقول لهم هذا أمر يحبه الله و أن الله جميل و يحب جمال و مو فقط جميل هو يدعو إلى حب الجمال فلحنا ندعو المسلمين دائما و الدعاء خصوصا أن يهتموا بأناقة ملابسهم و أشكالهم أخيرا في دقيقة فقط ممكن إليه تبقيت لنا بعض النساء يقولون بأن الرجال يطالبوننا بالتزين و هم لا يتزينون حتى في داخل بيتهم و الله هذا فيه قصور كثيرة يعني في الحقيقة النساء نحن يطالب الآخرين أنه والله أهتموا بملابسكم و نظافة البيت طيب يا كما يا أخي إذا الحرمة هي هذا بيتها تبقى تتجمل و أنت كذلك يا رجل يا أخي تجمل في سيارتك يعني نظف سيارة يجيب من يغسلها و ينظفها و يطلعوا أهلك معاك مو تشيل كتاب من هنا و تشيل منادين من هنا و علب من هنا و كذا حتى هذه منزله يعني الذي يسكنون فيه ممكن ست ساعات و سبع ساعات أحيانا فالمرأة و عليها أن تتجمل و كما قال ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه و أرضاه ممن تتلمذ على مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحب أن أتجمل لزوجتي كما أحب أن تتجمل هي لي هذا الوفاق بين الطرفين النبي صلى الله عليه وسلم كأنما يفتر من غمام في شكله و أسنانه و البياض الذي كان يهتم به و يدعو إلى لبس البياض و يدعو إلى الأناقة و الجمال هذا كله له أثر له كله له يعني طبيعة الإنسان الداخلية و الطبيعة الخارجية متوافقة إذا فصلناهما عن بعضهم البعض هذا ليس من الإسلام الإسلام هو شيء متعادد مع بعض الظاهر و الباطن الباطن يشع على الظاهر و الظاهر يشع على الباطن لذلك كان السلف يقولون على الداعية و العالم أن يلبس لباسا و سطا إذا رآه أهل الغنى تقربوا منه و إذا رآه أهل الفقر تقربوا منه و لكن لا بد أن يفهم أن إشعاع الباطن يؤثر على الظاهر و ذلك تجد الحرم العجوز الجدة التي هي و ضيئة بطاعتها و كذا تجد حتى لو لبست لباسا متواضعا و الله أن شكلها جميل به لأن الباطن يشع على الظاهر و كذلك فإن الظاهر يشع على الباطن إنسان الأنيق إنسان المتذوق فإنه يؤثر هذا أدع على القبول أدع على القبول مضت الدقائق مسرعة كالبعطات كل الشكر و التقدير لك و لكم و أنتم مشاهدي الكرام كل الشكر و التقدير لكم على المتابعة غدا بحول الله عز وجل يتجدد اللقاء في حلقتنا الأسبوعية المفتوحة في كل جمعة نسعد فيها باستقبال اتصالاتكم و الهاتفية على الهواء مباشرة كما نسعد قبل ذلك باستقبال ما تكتبونه و ما تسألون عنه من خلال وسائط الإعلام الجديد من خلال صفحات الدكتور علي العمري على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب و هناك أيضا هاشتاغ خاص في التويتر بعنوان الجمال نسعد فيه باستقبال بداخلاتكم كالمعتاد نذكر دائما بأن للصائم دعوة لا ترد فلا تنسونا و أحبابكم و جميع المسلمين إلى لقاء جديد نستودعكم الله السلام عليكم و رحمة الله السلام و رحمة الله جمال الروح يتجلى بنهج شريعة الأغلى بنهج شريعة الأغلى من الإسلام أخلاق بها نسمو إلى الأعلى بخير عقيدة نحية وسيرة أحمد هدية هنا بالحب نلقاكم لتحلو ساعة اللقيا لتحلو ساعة اللقيا جمال الروح يتجلى بنهج شريعة الأغلى بنهج شريعة الأغلى من الإسلام أخلاق بها نسمو هذه الإسلامية لتدخل gymnastics